طيب ندخل على الشهر التاني خلال الشهر التاني من الحمل بتستمر مع الجنين في رحلة نموه وتطوره في الوقت ده بيبتدي نمو وجه الجنين واكتسابه بدايات الشكل البشري بيبدأ تكون الأنف واللسان والفم والعينين والأذنين بيبدأ التكون مش هيبقوا شكلهم يعني واضح والأذن كمان مش بس الأذن الخارجية اللي بتبتدي تتكون أنا أتكلم عن الخلايا لكن كمان الأذن الوسطى والأذن الداخلية اللي هيكونوا مسؤولين بعد كده عن حسة السمع وحفظ التوازن الشهر التاني كمان بيشهد بداية نمو الرئتين والشعب الهوائي وفي الوقت نفسه بيتواصل نمو الزراعين والساقين بخلاف نمو الأصابع اليدين والقدمين والأصابع في الوقت ده بتكون ملتصقة ببعض بيكونوا لازقين في بعض قلب الجنين بينبط بانتظام وده من الشهر الأول زي ما عرفنا في الشهر التاني بيتطور الأمر ناحية أنه بيكون فيه يحصل بقى بداية تكون صمامات القلب وبداية تكون الأوعية الدموية واللي ممكن تحددها بالموجات فوق الصوتية يعني الجهاز الموجات فوق الصوتية اللي انتو بتسموه الأشعة التلفزيونية أو لا أشعة ولا تلفزيون ده الجهاز اسمه الفحص الموجات فوق الصوتية احنا بنحب يعني نقول المعلومة الصحيحة لحضراتكم تمام؟ الأجهزة بتاعة الموجات فوق الصوتية بتبين لنا احنا كل ده وإحنا بنقعد بقى والدكاترة بيقعدوا يشرحوا لنا يعني اللي هما في تخصص النساء والولادة بيقعدوا يشرحوا لنا ده بشكل كبير في الشهر التاني كمان بيستمر نمو الجهاز الهضمي والعمود الفقري والمخ طبعا مفاجأة الناس كتيرا ما جدتش تعرف أنه بدأ أول خلاب تتكون المخ المخ والعصاب طفلك في الشهر التاني كمان من الحمل هيكون طوله تقريبا حوالي واحد سنتي فاكرين شهر الأول كان كم؟ يلا جدعان أربعة ميلي شهر التاني بيبقى واحد سنتي ده في البداية في نهاية الشهر خلوا بالكم يعني بيبدأ الشهر التاني بيكون واحد سنتي بينهي الشهر التاني وهو طوله أربعة ونص سنتي ووزنه حوالي خمسة جرام وبالمعلومة دي تقدروا ببساطة تتخيلوا مدى الإقاع السريع جدا في النمو واللي بيتضاعف أكتر من ثلاث مرات خلال الشهر ده بس لو الشهر التاني على فكرة الجنين مش بس نشيد في النمو لكن كمان في الحركة بمعنى إن الجنين بيبدأ حركته من الشهر التاني هلا؟ ما رحنا متحسش بيها؟ آه انت حضرك مش هتحسي بيها عشان هو لسه حجمه صغير قوي وتغيرات جسمك كلها بتكون في اتجاه دعم نمو الجنين يعني فهو لسه صغير مش حسه بالحركة خلاص؟ هتلاحظي كمان زيادة يعني احنا بس شرحت النقطة دي إن الحركة بدأت بس انت مش هتحسي بيها تمام كده؟ طيب هتلاحظي كمان زيادة حجم الثديين عندك وده استعداد طبيعي لعملية الرضاعة بعد كده سواء على فكرة نجحت عملية الرضاعة طبيعية بعد الولادة أو ما نجحتش يعني التغيرات دي بتحصل بتحصل وكمان حجم الدم جوة جسم حضرتك انت بقى كزوجة حامل بيزيد الدم بيزيد؟ آه حجمه بيزيد وده علشان متطلبات تغزية وتنفس الجنين بالمناسبة نتيجة زيادة كمية الدم في جسمك ما أنا بقول لكم المعلومة دي لسبب يعني هتعرفوه دلوقتي هتحسي ببعض الحرارة يعني هتحسي انك زي ما بقولوا صهدانة صهد كده أو حسها بحرارة في جسمك وانتي ما عندكيش حرارة لقدر الله مرضية ولا حاجة طبعا ده مجرد إحساس يعني ما فيش ارتفاع في درجة حرارة جسمك ومع ان لسه ما ظهرش عليكي أي زيادة في الوزن لسه ده انت في الشهر التاني بس هتبتدي تحسي براحة أكتر في الملابس الوسعة وده نتيجة بدايات زيادة حجم الرحم مرة جديدة بننصحك بالاهتمام بصفة عامة بصحتك وصحة الجنين من خلال الراحة والتغذية السليمة والنشاط المتوازن وقبل ده كله اتباع الإرشادات الطبية بننصحك كمان بصفة خاصة بقى بالاهتمام باللثة والأسنان لان حساسيتهم عندك هتزيد شوية في الفترة دي فخلي بالك ان في الفترة دي يعني تعتني قوي بغسيل الأسنان وبالعناية باللثة والحاجات دي كلها